السلام عليكم عقد الناخب الوطني الجديد في لديميرا بيتكوفيتش بعد ظهيرة الاثنين أول مؤتمر صحفي له بالجزائر واحتضنت قعة المحاضرات لملعب نلسون مندلا ببراقي هذه المحطة الإعلامية ونقدم لكم فيما يلي أبرز ما جاء في المؤتمر الصحفي الجزائر أمة عظيمة تاريخا وأيضا في المجال الكروي اتصالاتي مع وليد سعدي رئيس اتحاد الكرة الجزائري كانت منذ نحو أسبوعين وبعد التشاور معه أقنعني بعرضه وتحمست للتحدي الجديد بخصوص أعضاء الجهاز الفني فأفضل عدم التفصيل في الأمر فقط يوجد زميلان أحضرتهما معي مدرب مساعد ومدرب لياقة بدنية وسألتقي مساء الاثنين مع آخر جزائري مدرب مساعد عموما بعد نحو أسبوع ستتضح جلية قائمة أعضاء الجهاز الفني فلسفتي مع المنتخب الجزائري سترتكز على الانطلاق من الصفر يجب طي صفحة الماضي ولا أنكر أن المدرب السابق جمال بالماضي حقق نتائج طيبا الضغوط والتحديات جزآن من رياضة كرة القدم لست متخوف من الضغوط ومستعد لرفع التحديات في تجربتي الجديدة مع محاربي الصحراء لست متخوفا أيضا من تجربتي الأولى في إفريقيا لأن عمل المدرب في أي بيئة كانت يتضمن مواجهة التحدي والمجهول أحسن الفرنسية ولا يوجد مشكل في التواصل مع اللاعبين كما أن زملائي في الجهاز الفني يجيدون هذه اللغة وغيرها أعتقد أن اللاعبين الجزائريين عانوا ضغطا رهيبا خلال البطولة الإفريقية الفاني وأربعة وعشرون بكوت ديفوار ويجب تبديده في أول خطوة لي معهم أملك فكرة عامة عن لعبي منتخب الجزائر لكن ليست دقيقة كما تابعت وقائع كأس أمم إفريقيا الفاني وأربعة وعشرون سأجلب لعبين جدد في التربص القادم من الثمانية عشر إلى الستة وعشرون من مارس الحالي مثلما سأعتمد على القدماء لكن لا داعي للكشف عن اسمائهم حاليا لا أركز على أعمار اللاعبين بقدر ما أولي عناية فائقة للجانب البدني ومردود الرياضي ومعنوياته المرتفعة أرفض التمييز والتفرقة بين اللاعبين المحليين والمختربين ياسين عدلي متوسط ميدان الميلاني لعب موهوب وأعرفه جيدا في تلميح إلى إمكانية جلبه دربه في نادي بوردو الفرنسي متوسط الميدان الآخر للميلاني إسماعيل بن ناصر بدأ يستعيد إمكانياته الفنية والبدنية وهو عنصر هم للمنتخب الوطني ما يقدمه المدربون خليطا من النجاحات والفشل ورغم قلت التتوجات أعتقد أني قمت بعمل طيب في نادي لاتسيو الإيطالي أحرز الكأس المحلية الفان وثلاث عشر الانتقادات أمر مرحب به ولن زعج منه في رده على سؤال بخصوص خواء سجله من ناحية التتوجات سأحاول إن أمكن تعلم الغة العربية للتواصل مع اللاعبين الذين يجيدونها المحليين عند قدومي إلى الجزائر لمست لأول وهلة أجواء نادي لاتسيو الإيطالي ضرب النادي ما بين الفان واثنى عشر الفان واربع عشر رياضيا أتحدث رأيت ملعب خمس جولية الف وتسعمائة واثنان وستون وذكرتني هذه المنشأة الرياضية بميدان سان سيرو بمدينة ميلانو الإيطالية الصحافة عامل ضروري لتحقيق الانتصارات وأمد يدي لها لمساعدتي مثلما أعول على دعمي للمعنوي للجماهير من جهتي فأنا وافقت على مقترح تدريب المنتخب الجزائري لحصد التتوجات وليس للمشاركة من أجل المشاركة وسأحاول أيضا وجاهدا إسعاد أنصار الخضري ونشير إلى أن المنظمين استعنوا بمترجمة تحسن الإيطالية ألغة التي تحدث بها في لديميرو بيتكو فيتش كما أن هذا التقني باشر مؤتمره الصحفي بالتفوه بعبارة أسلام عليكم واختتمه بعبارة رمضان كريم